بالمناسبة رأيك كيف وسام أبو علي واللي بقدوم على النادي الأهلي الآن هو في صدارة هدى في الدولة مع فيستون ميدي؟ وسام هو رجل المرحلة بالنسبة لنادي الأهلي يعني مش هقول إن هو هو يعني والنادي الأهلي كنت دايما أنا من فترات سابقة بقول إن النادي الأهلي كان في فترة سنين سنين ثلاثة اللي فات وكان بيعدمد على الفيرود السريع بس كنت دايما بقولي النادي الأهلي محتاج تشيب تاني محتاج فيرود محطة فيرود يلعب بدماغه كويس فيرود يقدر يحافظ على الكورة ويطلع زميله أعتقد النادي الأهلي لأهلي محتاج فيرود كمان يعرف يسجل وكمان هو كمان الشبكة بتحبه يعني بس أنا بتكلم على المواصفات يعني النادي الأهلي بفترات قبل كده كان بيعتمد على الفيرود السريع بس وكان محتاج لشيب المختلف شوية لإن أنت طول الوقت مش محتاج الفيرود ده فيه ماتشاط بتحتاج فيها البنيان القوي الفيرود المحطة اللي يحافظ على الكورة اللي يطلع زميله أعتقد النادي الأهلي لأهلي ضليته في وسامب علي زي ما بقولك هو رجل مرحلة يعني يجي في انتقالات متأخرة هدف الدوري في توقيت عدد مبارات قليل بيجيب دماغه بيجيب رجله بيعمل أسست كرة سبتة قاد ناص كمان زي ما بقولك الشبكة بتحبه يعني بيتوجد في أماكن يقدر يجيب منها أهداف وهو محظوظ ولازم في فيرود يكون محظوظ فلا فيرود مميز وده النوع اللي كان النادي الأهلي محتاجه للفتر الأخير يعني أعتقد يعني أحيانا حتى اللعيب الأجانب بيبقى لازم معك توفيق معاهم مليون في المائة يعني أنا متصور أنه الأهلي حتى لما بص على سيفيات وفيه لعيبة جابها قبل كده أجانب كان ممكن تبقى سيفياتها أكبر من وسامب علي بس لما بيجوا النادي الأهلي بيتحاولوا بشمهاجمين كبار خالص وسام ممكن ما كانش أعظم سيفيه بس لما جي النادي الأهلي ولا كانش علي ضجة كبيرة ولا كان حد عارفهم ولما لعب موفق ومفجأة وفيرود بيفكرنا برضو بفرودة يعني كابت محمد رمضان كابت محمد متعب بلال يعني فيه منهم بيقدر يجيب جون بسهولة بيتحرك بشكل كويس بيحافظ على الكورة بشكل كويس بينزل ويلعب مع زميله وبيعمل أسست برضو بيفكرنا بفرودة كانوا مسئلهم قبل كده عملوا فارق كبير في ندي الأهلي شوفي أنت قلت يعني آخر اسم الأسماء العظيمة اللي أنت قلتها دي كان عماد متعب تمام فأنت بتقول يعني وده لنا كنت قلته من كامل واحد أنه سام من أيام عماد متعب ما شفناش مهاجم ما شفناش الفرود اللي بيخطف يعني متعب بلال كابتر رمضان أيمن شوق الناس اللي كانت وكورة لما بتعمل كورس هو يعني الفرود هو أول واحد أنت عارف أنه هو هلمس الكورة بغض نظر هتيجي جون ولا مش تيجي جون هو عارف المكان اللي هتروح في الكورة ويقدر توقيته كويس مكانه كويس بيتحرك الكورة بشكل كويس بتوقع بشكل كويس لا فيه طبعا فيه الحتة دي وماشاء الله يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر